بعد سلسلة من الخلافات على خلفية التعامل مع آثار الحرب في أوكرانيا والأفق القاطم للنمو في أوروبا أبدت فرنسا وألمانيا تضامناً كبيراً على صعيد الطاقة تكلل بالاتفاق بشأن إجراءات تسمح بدعم متبادل بين البلدين من أجل ضمان الإمدادات وفي مسعى لتجوز الأزمة بين البلدين شملت بالخصوص ملفات الطاقة والسياسة الدفاعية والعلاقات مع القوى الكبرى لا سيما الصين وقع المستشار الألماني أولف شولتس ورئيسة الحكومة الفرنسية إليزابس بورن اتفاقاً في برلين تلتزم خلاله فرنسا بمساعدة ألمانيا عن طريق تسليمها الغاز بينما تدعم ألمانيا فرنسا لتأمين إمدادات الكهرباء تكثف فرنسا وألمانيا التعاون في قطاع الطاقة في تضامن وحسن جوار نحن نوفر الكهرباء لجيراننا من بينهم فرنسا استفدنا بدورنا من شركاء أوروبيين موثوق بهم ليس أقل لهم فرنسا من خلال هذا الاتفاق المشترك أكدنا على تضامننا في مجال الطاقة الأصدقاء يدعمون بعضهم البعض في أوقات الأزمات تظهر ألمانيا وفرنسا ما يدور حوله التضامن الأوروبي تسببت الحرب الروسية بأوكرانيا في تضاعف الخلاف بين البلدين بشأن الاستراتيجية الواجب اعتمادها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بعدما وجدت فرنسا للمرة الأولى منذ 42 عاماً نفسها مضطرة إلى استيراد الكهرباء سبب وقف كثير من المفاعلات النووية إضافة إلى التحول غير المسبوق لألمانيا التي كانت تعتمد على الغاز الروسي ويعد اتفاق برلين محاولة لإحياء العلاقات الألمانية الفرنسية التي توترت في الأشهر الأخيرة بسبب اختلاف المواقف بشأن عدد من القضايا تسبب في تأجيل اجتماع مجلس وزاري مشترك كان مقرراً في نهاية اكتوبر الماضي الاتفاق الألماني الفرنسي بالدعم المتبادل ترك بصيص أمل لدى الأوروبيين في تجاوز التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي وجدد مبدأ التضامن من أجل التغلب على الأزمات والتي تراكمت بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر